موسيقى 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 بينما تطبق ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية الخناقة على مدينة منبج شمال شرق حلب استعدادا لانتزاعها من قبضة داعش شن مسلح داعش هجوما عنيفا على مواقع تلك الميليشي شمال غرب الرقة بالقرب من سد تشرين بكافة الأسلحة الثقيلة هجوم مباغت ترى بعض المصادر العسكرية أن التنظيم يرمي من ورائه إلى الاتفاف على الميليشيات الكردية من الخلف بعد تقدمها نحو منبج انطلاقا من أماكن سيطرته في الرقة وريفها وفي حال سترى داعش على سد تشرين فإنه بذلك يحكم الخناقة على القوات المهاجمة بشكل كامل خاصة وأن هذا الطريق الوحيد لإمداد الميليشيات الكردية التي تحاصر منبج ننتقل مرة أخرى إلى يوسف معه تفاصيل هذه المعارك المعارك التي يقوم بشنها داعش في الرقة وريف حلب في هذه الخريطة التي عملت عليها طيلة هذا المساء يوسف نعم فضيلة نحن ما زلنا في نفس الإطار في رقة ريف الرقة الشمالي وفي موضوع منبج عندما نتحدث عن حلب نشاهد هنا على الخريطة لأنه هو تقريبا يمكن أن نسميه يوم انتقام داعش بامتياز في معاركتين الرقة ومنبج قام اليوم بعمليتان مهمتان بعمليتين مهمتين الأولى تقدم قوات كبيرة باتجاه ستشرين كما ذكرت فضيلة نلاحظ هنا على الخريطة بهذا الشكل تقدمت القوات من شمال الرقة إذا ما راجعنا على الخريطة فقط للتذكير هذا هو نهر الفرات جرابلوس الراعي الحدود التركية السورية هنا عين العرب المناطق الصفراء هي مناطق التي تسيطر عليها القوات الكردية ميليشيا سوريا الديمقراطية هذه المناطق هي لداعش وداعش في الرقة في الجنوب الشرقي هنا تقدمت قواته من هذه النقطة من هنا إلى النقاط هذه في سد تشرين تقريبا بهذا الشكل إذا كنا نتحدث عن هذا التقدم بهذا الشكل إذن في ضغط متقدم من داعش على نهر الفرات من هذه الجبلة وهذه منطقة شبه خالية استغل داعش هذا الشيء لأن هذه المناطق لا وجدت فيها كثير من القرى التي يمكن أن تعزز الدفاعات وبالتالي الهجوم كان سهل ووصل إلى سد تشرين إلى الضفة الشرقية من سد تشرين وبالتالي هو فعلا بدأ يحاصر الأكراد الذين يحاصرون منبج في هذا الطرف وهذه عملية فعلا خاطفة السيطرة على سد تشرين ليست سهلة وقتاله عن سد تشرين ليست سهل لأنه صعب جدا قصف سد تشرين من الجو وبالتالي ستكون المعركة صعبة بين الأكراد من الضفة الغربية وداعش من الضفة الشرقية اللهم إذا تقدم الأكراد بدعم آخر وجديد من عين العرب من الشمال هنا أو من مناطق أخرى للدفاع في هذه المنطقة إذن هذه هي المعركة الأولى هنا على الضفة الشرقية لنهر الفرات وسد تشرين داعش يحاول فك الحصار عن منبج من الخارج النقطة الثانية أو العملية الثانية المهمة التي قام بها داعش هنا نعلم أنه جرابلوس نقطة مهمة جدا بالنسبة لداعش وأيضا الباب نقطة مهمة في العمليات الأخيرة الأكراد في توسعهم وحصارهم هنا لمنبج قطعوا الطريق بين جرابلوس وبين الباب وقطعوا الطريق أيضا بين جرابلوس وبين الرقة وبالتالي هذا الحصار كان خانقا لكن داعش أيضا تقدم ببعض قواته من جرابلوس هنا بهذه الاتجاه قريب أيضا هنا عين عيسى وفك الحصار على الطريق الذي يؤدي إلى الباب وبالتالي هنا طريق مهم بين جرابلوس على الحدود مع تركيا إلى الباب لأنه إذا ما تم قطع الامداد من تركيا إلى الباب ستحاصر أيضا الباب وبالتالي سيصبح داعش في ورطة داعش يحاول بشكل مستميت فك الحصار عن المناطق التي يحاصر فيها في الرقة هناك الأكراد من الشمال يتقدمون الجيش السوري يتقدم عليه من الجنوب وهنا في منبج كما شاهدنا محاصر من ميليشيات جيش سوريا الديمقراطية في الباب أيضا التقدم الكردي قد يحاصره في الباب ويحاصره في جرابلوس وفي نقاط عدة وبالتالي هو يحاول الآن تخفيف الضغط بكل ما أوتي من قوة من خلال عمليات التفافية كما شاهدنا هنا عبر نهر الفرات ونهر الفرات مهم لأنه كل القوات الكردية التي تأتي من الشرق يجب أن تقطع النهر وتذهب إلى الغرب وهي عملية خطيرة فضيلة وبالتالي محاولات فعلا قوية بالنسبة لداعش تخطيط عسكري لكن هي محاولات لفك الحصار لأن الحصار فعلا بدأ يضايقه بشكل كبير سنرى إن كان بإمكانه فك هذا الحصار عمليا على الأرض وطبعا التبعات العسكرية لذلك مع الخبيل العسكري والاستراتيجي من بيروت لياس حنة سيدة لياس حنة أولا ما قراءتك لمحاولة داعش فك الحصار بهذه العملية المرتدة ضد قوات سوريا الديمقراطية عندما نتحدث عن قوات سوريا الديمقراطية نتحدث عن عدد محدود من المقاتلين نتحدث عن عشرين ألف تقريبا حسب المعلومات وخمسة ألاف من العرب وهذا أمر ليس بكافي كي تنطلق هذه العمليات تقطع نهر الفرات وبالتالي تحتل أكثر من ثلاثين قرية تطويق منبج وبالتالي القيام بعمل عسكري هذا الأمر يقول أن خطوط المواصلات لهذه القوة طويلة جدا هذا الأمر يترك فراغ الهدف اليوم من الهجوم المضاد واحد قطع طريق المواصلات وخطوط الإمدادات لهذه القوة من المناطق الكردية باتجاه منبج اثنين خلخلت العملية العسكرية التي تحاول أن تطوق منبج والدخول إليها وعملية دخول منبج عملية مختلفة تماما وزرع الفوضى في هذه الخلفية اليوم هذا هجوم استباقي هذا هجوم بالمعنى العسكري هجوم ذكي جدا هذا الأمر يخفف من الضغطات على كل المرحلة المحيطة بمنبج بجرابلوس وبالتالي عندما نتحدث عن الباب نتحدث منبج الباب وبالتالي الذهاب إلى حلب المنطقة الأساسية المهمة وهذا الهجوم يخفف الضغط عن الرقة اليوم الرقة هي في محيط عسكري شمالا وجنوبا الهدف منه احتواء وتطويق الرقة ولكن لتنجح هذه العملية وتصل إلى أهدافها ما الذي يحتاج داعش لفعله برأيك؟ اليوم قياس النصر ليس ضروريا بالوقت الحالي أن تقولي كن بهذه العملية وهذا يؤدي إلى زاحد زايد واحد يعني اثنين بهكذا نوع من الحروب لا يمكن قياس النجاح اليوم العملية عملية استنزاف طويلة يعني كلما استطاعت داعش أن تدرأ الخطر عنها شمالا وجنوبا هذا أمر يؤدي إلى استمراريتها وبالتالي إنهاك الآخرين وإنهاك الآخرين هو كما إنهاك داعش في نفس الوقت يعني اليوم هو عملية استباقية لأن تعرف داعش أنه وصول الجيش السوري بالتعاون مع ميليشيات حزب الله والدعم الروسي إلى الرصافة 15 كم عن الطبقة وبالتالي 50 كم عن الرقة سقوط الطبقة قد يؤدي إلى أقرب قاعدة عسكرية من الرقة حيث يمكن وضع طوافات ومدفعية وعسكر وتصبح نقطة انطلاق لمعرقة قادمة في الرقة إذا حدثت في المستقبل القريب أو البعيد كنا نتحدث في الأسباع الماضية عن إنهاك قوات سوريا الديمقراطية لداعش وهو اليوم يقوم بهذه العملية الاستباقية كما وصفتها ماذا يفرض أو تفرض هذه العملية على قوات سوريا الديمقراطية من تكتيكات جديدة برأيك التكتيكات الجديدة هي إعادة التنظيم عندما نقول 20 ألف جندي من قوات سوريا الديمقراطية هذا لا يعني أن العشرين ألف هم الذين يقاتلون في نفس الوقت هناك من يرتاح هناك من يتدرب وهناك من يقاتل عادة الثلث هو الأساس نتحدث عن تقريبا 7 ألاف أو 8 ألاف مجموع العام 10 ألاف هذا الأمر يستلزم إعادة التنظيم يستلزم إعادة الدعم الجوي اليوم عندما نتحدث عن داعش أنه قطعت طريق الإمدادات هذا لا يعني أن داعش قادر على البقاء في هذه المنطقة لأنه الدعم الجوي ليس لصالحها وإذا هناك ملاحظة مهمة جدا عندما نقول أن قوات سوريا الديمقراطية سيطرت على 30 قرية في سوريا القرى من السهل أن تسقط وتستعاد إن كان من قبل النظام أو من قبل سوريا الديمقراطية أو داعش المعارك الأساسية اليوم منذ بدء السورة في سوريا حتى الآن هي معارك المدن من هنا ممبج مهمة من هنا الفلوجة مهمة من هنا الرقة مهمة يعني حرب المدن هي الأساس أما القرى فهي تسقط لأنها ليست مؤهلة أصلا لحرب من هكذا نوع فإذا الموضوع الثاني هو إعادة التنظيم وبالتالي دراسة الوضع وقد لا تسقط من بش في الوقت القريب على الرغم من أن هناك من توقع سقوطها خلال أسابيع سيد الياس حنة ولكن حرمان داعش من هذا الجيد أسابيع عفوا عندما تتحدثين عن أسابيع هذا أمر يستلزم هذا أمر يستلزم استنزاف يعني شو يعني أسابيع الدخول إلى الرقة من دار إلى دار ومن بيت إلى بيت فلنستذكر ماذا حدث في كوباني ماذا حدث في العراق في الأنبار في المناطق المهمة يعني اليوم تحرير مدينة معينة يعني دمار شامل لأنه قد يقاتل داعش من بيت إلى بيت ومن شارع إلى شارع والاستراتيجي من بيروت